لكن على الصعيد الفني التدريبي مؤسف ان الهلال يتعقد مع زوران صراحة بعد اللي سواه في النصر واللي سواه مع العين انا اقولك الان ممكن اقرب عرض يتلقاه زوران بيترك الهلال وليش احنا احنا انا كنادي كبير نادي الهلال ليش اعطي فرصة للمدرف زي هذا انه يترك نادي كبير مثل العين بهذه الطريقة ويخل بعقده علشان يجي بسبب عرض افضل ليش طرح فعلا شي مؤسف قلت ابو ناصل قلت عرض افضل عرض افضل عرض افضل اثنان سريان عقدة نقصد يعني يكمل عقدة لا يحترم عقدة لا يحترم عقدة المدربين لا يحترم عقدة الاخرين ما راح يحترمك اليوم حتى فيصل من تركي ترى فالأيام تعرض الانتقادات تعنيفة ليش ما جدد مع زوران وليش الظروف اللي مر فيها زوران نصر تختلف تماما عن الظروف اللي مر فيها مع نادي العسل مطالبات بيننا ما يمشي وكان يقول المدرب انا ما قدرت بقيه والله ما كنا نصدق هذه كل ايام للأمانة كنا نقول انه في شي هل تقارب الظروف اللي مر فيها مع النصر بنفس هذه الظروف اللي مر فيها مع العين زوران لا لا بغض النظر شوف انت هي مبدأ مبدأ انت الآن تتكلم عن مبدأ حتى عادت زوران مع النصر اوكي في لعب صاحب مشاكل انا بعد ما افتح بواب المشاكل معه ولا اروح اصير حزب مع مدير ومع لاعب ومع كذا ضد لاعب انا مدير فني انا اتوازن اتوازن واقدر احيد اللاعب المزعج بطريقتي بالتعاضد مع الجهاز الفني لمصرحة الفريق ففي النهاية طبعا الوضع بالنسبة للهلال مربك صراحة انا ضد التغييرات في الاجهزة الفنية وكنت اتمنى يستمر خسوس انا ضد التغييرات في الاجهزة الفريق